برحبا حضراتكم مرة تانية وإلى فقرتنا الإسبوعية نجوم زمن الفن الجميل النهاردة هنتكلم عن زعيم المسرح الفكاهي في مصر أو في الوطن العربي كله الحقيقة واحد من أبرز وأكبر الحقيقة الفنانين مسرحية ويمكن في السينما العربية والمصرية له مدرسة مسرحية خاصة بيه خرجت لنا كبار النجوم بعد كده زي مثلا فؤاد مهندس يعمل منعم مدبولي العديد من النجوم كانوا خارجين من هذه المدرسة المسرحية الخاصة النهاردة هنتكلم عن كشكش بيه أو أستاذ حمام في غزل البنات النهاردة هنتكلم عن الضاحك الباكي نجيب الرحاني هنتكلم عنه ونعرف العديد من الأسرار والكواليس اللي في حياته من خلال ضفنا الكريم الأستاذ الهامي سمير الناقد الفني صباح الخير يا فندم أهلا بحضرتكم الصباح الخير وصبح عليكم على كل مشاهدين تمانية الصباح أهلا بحضرتكم صباح الخير عليكم يعني نجيب الرحاني قصص كتير في حياته كلها أغرب من بعض أكيد نبتدي من نبتدي من نبوءة العرفة لما قالت له هيبقى معاك فلوس كتير وهتبقى اسمك هيتكتب من نور وبعدها فعلا تشهر هو في الفترة دي كان راجع ناجحا ما دي الشركة اللي هو كان مطلوب منها أصلا بفضيحة يعني هو أول مرة الشركة دي قالوا له تقعد في الاستراحة مع زمايلك فقال لهم لا أم بحبش والله أقعد في الاستراحات يعني ممكن أقعد في قوضة الوحدي بس بعيد عن اللمة والشلة دي فتعرف في الوقت ده على موظف هناك اسمه عم توفيق فعم توفيق ده راجل كبير في السن فهو في يوم الجاز اللي عنده في اللمبة خلص فراحل عم توفيق فخبط فبنت جميلة كده فتحت له أول ما شافها حبها يعني بقول في مذكراته أنا مش عارف حبتها زي او ما شفت بنت كده حبتها فحبيبتي يندهيلي بابا فقيت له بابا مين مذكراته بالمناسبة لنشرتها دار الهلال سنة 59 أظن واتنشرت من 37 ل39 في الفترة اللي كان بيكتب فيها واتنشرت في الكواكب تاني بعد كده واتعملت في كتب وطلع منها أكتر من إصدار فالمهم هو حس أن البنت دي هيكون فيه بينهم قصة حب رغم أنها متجوزة وقال أنا مش عارف أنا اتوردت إزاي في القصة دي فالمهم يفضل تقول له أنا تعبانة معاه واشوف لي حالي أنا أجيب أرجوه لحد ما في يوم رايح عندهم البيت فاكتشف أن الراجل مسافر الخدامة عادت تسرخ حرامي حرامي فطلع يجري فعرفه أنه كان عند الست والحق يا جماعة أنا أجيب الست لوحدها وإزاي أنا أجيب ما يصحش فأنت مفصول والكلام ده ما ينفعناش مهم رجع القاهرة قعد فترة في يدور على فرق وبتاعه نام في الشارع 48 ساعة إنه ما كانش يلاقي مكان ينام فيه وبعدين جاله جواب من الشركة أن يرجع تاني فقال لهم أرجع تاني كان بشغل إيه في الشركة دي؟ كان بشغل موظف في حسابات فقال لهم إحنا عرفنا أن توفيق أصلاً عامل مشاكل فإحنا جايبينك تقدره يعني وهم مش كانوا الرئيس بتاعك إحنا جايبينك بقى أنت الرئيس بتاعه فأنت أي حاجة نجيب يعني ديقه في أي حاجة فبيقول كل ما أقول له عمل حاجة يقول حاضر طب ما تعملش دي يقول لي حاضر فقولت بقى تكسف على دمي وكفايا كده يعني بلاش فالمهم جات في الفترة دي بقى العرفة هي وجوزها فجوزها بيعمل فقرة كده جوزها ساحر اللي بينول الحظ يعني بيبقى فيه أربع تذاكر يروحه عند العرفة دي مجان فهو دخل له عشمان أنه يروح يوضعه عند الست فالست يعني ما حلفوش الحظ فواحد صاحبه يوم اللي هيروح فيه للعرفة جات له معمورية فقال له أنا جيب خد التذكرة دي وروح للعرفة فقعدت قدامه كده بصت في الكاف فقعت له أنت كنت هنا ومشيت بسبب واحدة ست ورجعت بسبب واحدة ست فقال ما عادي يعني كل الناس عارفة أن أنا ماشي بفضيح ليه المشكلة يعني وكيد عارفين أنه أم اللي رجعت قالت له طيب بص أنا أقول لك على حاجة أنت هتمسك فلوس ملهاش عدد وإسمك هيتكتب بالنور في كل الأماكن المهمة في مصر بس خلي بالك من حاجة إيه الحاجة الأولية أنت هتعمل حادثة عربية الحاجة التانية أن الجيش ما لكش فيه أكل عيش فهنبص في الأرض كده وقال جيش إيه ده أنا عند 24 سنة وبعدنا دفع بدلية أصلا فوضح أن الست دي أصلا بتخرف فخرج من عند الست وماشي بيفكر يعني آه أنا وصلت النتيجة أن الست بتخرف لكن هل ممكن يحصل فعلا وتنزل عليها ساروة من السماء ومسك فلوس ملاش عدد طب اللي يطلع عليها خلف البرازيل طب أمي مثلا تكتشف تحت البيت كنزي ويرجعولي ففجأة لها عربية بتخبطه قالك بس حادثة العربية حصل فهو خامس زي مش مدرك إلا حصل أولا وثانيا بيفكر أن الست لسه إلاله أنه خد بالك هتعمل حادثة العربية ومن اللحظة دي نجيب الرحاني قرر أنه ما يشتريش أي عربية يعني ما يشتريش عربية طول حياته طول حياته وما بيركبش عربيات يركب اللي هي الحمطور اللي هو بالخيل ولو صادف يعني وهيركب ما حد يقول له النبي عشان خطري يعني أرجوك امشي بالراحة طب عشان كل دي يعني أرجوك أنا هعمل حدثة يا سيدي خطر أرجوك عشان خطري أبوش الساعد بقى لي المهم بعد ثلاثة أيام جاءت له تليغراف من أمه بتقول له أنا جيب جالك استدعى من الجيش ده فعلا؟ أه فبدأ يحس أن الموضوع بقى بجد قاعت له أنا قلت له من إحنا دفعين بدلية وخلاص الموضوع خلص فكده بقى عندنا جزئين من النبوء حصلوا فعلا فضل بقى مستني جزئية الفلوس بقى يعني كده حلال صادر الفلوس واسمي بقى أبقى مشهور استنى أسبوع أسبوعين شهر فبدأ يحس أن الموضوع لحد ما جالوا السعي فيهم يا أستاذ نجيب إلحق إلحق جاي لجواب وزار فقد كده بس لازم تروح تجيبهم من البص اه افتكروا فلوس فطلع يجري فالموظف هناك قال له أستاذ نجيب بص أنا من خبرتي في ده كنز ده فلوس كل ده مليان فلوس فبيفتح لها مجموعة أوراق أول ورقة فيهم جواب من الشركة بتقول له والله نحنا عندنا أزمة اقتصادية وكرنا نستغنى أنا قررت أن أحقق أنا الجزء الثالث من النبوة يعني ما استناش لما القدر يبعث لي الفلوس بقى من كنز أو من صروة أو من ورث لأ أنا قررت أن أشتغل وأكون نفسي وعمل حتى نزل عمل فرقة وفرقة بنظام الاكتتاب يا جماعة احنا نكمع من بعض فلوس ونعرض واللي يجي نقسمه على بعض طبعا الفرقة كانت بتفشل لحد ما جاله واحد يسمى أحمد حافظ وقال له بقول لك ما تيجي نعرض في المنصورة إحنا إنا مش بنعمل أربعة خمسة جنيه في اليوم في المنصورة نظم الله خمسين ستين جنيه فقال له طبعا نسافر إزاي إحنا نعناش فلوس أصلا فقررت الفرقة أنها تمتنع عن الطعام لمدة تمانية واربعين ساعة عشان يروحوا المنصورة بالفلوس يعني يلاقوا فلوس يسافروا فروحوا المنصورة أول يوم عملوا تلاتة جنيه فقال له يا أستاذ أحمد فين الخمسين والستين قال له أصبر بس هو فيه يا أستاذ نجيب من أول يوم فالتاني يوم عملوا اتنين جنيه تالت يوم أحمد حافظ البخر مش لقيه ففضل يمشي في شوارع المنصورة لحد ما لقي قال له تعالى يعني أنت جايبنا ده كله وفي القاتة ما إحنا كنا في القاهرة أفضل قال له تعالى بس يا نجيب إهدى تعالى أنا أعزمك على أكل حلوة فدخلوا قال له هاتلنا كل اللي عندك في المطعم والتاني عمال ينزل إنت معاك فلوس قال له أه معايا فلوس فجيبي حزبه قال له خمسة جنيه قال له خمسة جنيه أنا معايش غير ثمانين إنت معاكش فلوس أنا أجيب قال له معايا فلوس منين ده إحنا جايين أصلا جعانين فجنبه واحد عمدة كده قال له حسابهم كم دول قال له حسابهم خمسة جنيه فقال له طب اتفضل فنجيب راح له قال له يعني أنا آسف على الموقف اللفاندي اللي حطيني في الموقف ده وأنا ممكن أمدي لك كنبيالة بالخمسة جنيه قال له لا على إيه ده أنا لسه بايع القطن ومعايا فلوس قد كده أنا عرفك بنفسي اسمي أنوار الكشك وعمدة كفر للبضماص بعد الموقف ده ما عده هو رجع قبل استفان روستي وقال له تعالى اشتغل معايا خيال ضل بنقف كده ورا السطارة نعمل العرض بستين قرش في اليوم تيجي فقال له يا استفان الناس بتطلع لقدام وتعمل حاجات جديدة وانت ترجع تعمل خيال ضل قال له يا عمو ما حدش بيشوفني بعدين ما فيش فلوس ولا ترجع تنام في الشارع قال له لا أجي فراح للخواجع الإطالي صاحب الكازن واللي بيعمل فيه العرض ده فقال له هاديك 40 قرش فقال له حلوين يعني أحسن من الفرقة اللي بنخسر أصلا كل يوم فاشتغل لحد ما حصلت أزمة فالخواجع قال له يا جماعة أنا همشي فقرات فهو روح كل همه أعمل إيه عشان ما بقاش أنا الفقر اللي يضحه بيه فصحي من النوم بقول صحيح تعالى شبح في القوضة وحد واقف كده وهو عمال يقول أنا فاكر أنا شفت الهيئة دي قبل كده أنا فاكر أنا شفتك فين أنا شفتك في المنصورة أنت فقام صاح أخو قال له قوم اكتب كده أنور كان اسمك أنور الكش كان اسمك كش كش بيه أو كان اسمك حاجة زي كده آه دي شخصية اللي عملها آه فقال له اكتب بسرعة كش كش بيه فقام كاتب كش كش بيه قال له كنت بتقول عمدة 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 كفر البضماص فاخو قال له إيه كفر البلاص دي قال له أيوة كفر البلاص دي تجيب كوميدي أكتر اكتب بقى كش كش بيه عمدة كفر البلاص فاخو أم كاتب بفضل هو صحران بقى عمال يرسم تفاصيل الشخصية وراح الصبح الخواجة قال له بقولك أنا عمل شخصية كده ده اسمك كش كش بيه جربها بس أول يوم فقال له نجرب فجربها أول يوم طبعا جيبها جمهور كتير وبدأ الناس الجماهير اللي في الكازنوات التانية تيجي الكش كش بيه صريح ضحك وبدأ يجي بقى ممثلين عشان يخدموا على كش كش بيه لحد ما الخواجة حس بالغيرة أن الشخصية اللي نجيب بتكرها هي سبب نجاح الكازنو فراح رفع عليه قضية أن الشخصية دي بتاعته وأنه هو عايز نسبة من الوقت فقال له إيه يا خواجة ده أنا اللي عامل الشخصية قال له لا والله الشخصية دي أصلا ملكي فقال له طيب خلاص أنا هروح عاملها في كازونة تانية أنا جاي لي عرض تاني بقى أكتر من اللي انت بتدهولي فقال له رفع عليه قضية أنه هو هربان من التجنيد فقال له استدعى من التجنيد فراح للعسكر يا باشا ايه الحياة المليئة بالصعوبات يعني أنا جاي عندي مشكلة في التجنيد فقال له تبعد هنا دخلوا فلاقى خمس شيوخ قاعدين قدامه فقال له يا ابني فقال له أقرأ سورة إيه حضرتك قال له يا ابني مش انت جاي بتقول حافظه القرآن الكريم وعايز إعفى من الجيش مش اسمك لبيب الرحاني قال له حضرتك أنا اسمي نجيب لحالي ومسيحي هحفظ القرآن إزاي وقدم إزاي أن أنا حافظ القرآن وطبعا خرج من الموقف ده وفضلت الشخصية تكبر وتنجح لحد ما بدأ بيقدمها في المسرح وبعدين بيعملها سينما وبعدين بيعمل بها سكيتشات وبدأت تبقى الشخصية نقطة التحول نقدر نقول في حياته كانت أمتى نقطة التحول في حياته اللحظة اللي قالوا له فيها تعالى تعمل شخصية كوميديية هو ما كانش بيحب يشتغل كوميدي وكان عنده قناع أنه هو ما بيدحكش يعني إيه برحاني أول ما تولد وعنده سنتين ما بيدحكش هو ما بيدحكش يعني يعمله معاه أي حاجة ما بيدحكش سنتين وبقى هو مستغربين هو إيه الطفل العجيب ده فلما جوم يعملهم مصرحية تخلي بالك من إيملي فقال له هتعمل دور بقى كوميدي بتاع فرح ويف قدام المراية فبص قال الخلقة دي هتدحك إزاي يعني يا سيدي بعدش هيتحك يقول له جرب بس يا نجيب يقول لهم يا أخوانا والله ما حد هيتحك أنا نفسي ببص في المراية وأقول دي خلقة ما تدحكش فعمل العرض يعني كان متفوق فيه جدا وبدأ من اللحظة دي بقى يشتغل كوميدي ويقتنع أنه عنده موهبة كوميديية في نقطة تحول تانية في حياته لما حد جاله في يوم وقال له اهرب يا نجيب لأن انت فيه ناس جاية تنوتك فقال له ليه قال له كان فيه مظاهرة في الأزهر دلوقتي وبيطالبوا بإعدام خوانة الوطن قال له طب أنا مالي ومال خوانة الوطن قال له ما هو ما بيقوله أن انت من خوانة الوطن وأن انت بتساعد الإنجليز قال له ده أنا بعمل مصرحيات ضد الإنجليز بساعدهم إزاي قال له أيها دهما بيقوله بقى أنت متفق معهم تعمل مصرحات تلهي الشعب عشان ما حدش يطلع مظاهرات قال له يا باشا والله أنا كنت طالع في مظاهرات ودخلت السجن في مرة بسبب المظاهرات اهرب بس أنا جيب لحد ما الموضوع ينتج وفضل هربان لحد ما ساعد زغلول راح أضر له عرض وبدأت الناس تقتنع وصحابه طبعا اللي كانوا بيدفع عنه بدأوا يدفع عنه في الصحف والمجلات وأن الراجل ده اللي بيقدم يا جماعة حاجات مهمة وفيها بسالة وضد الإنجليز ما يعني يستحيل يكون هو متعاون معهم هو دخل السجن بسبب المظاهرات اه كان ماشي في مظاهرات ودخل طبض عليهم لكن ايه قصة محاولة اغتياله على المصرح على خشبة المصرح هو من كتر نجاحه انت عارفها النجاح بيصنع أعداء واحيانا أعداء مجانيين يعني فهو من كتر نجاحه بدأت بعض الأشخاص اللي هو ما سمهمش ما سمهمش لأنه مش عارفهم أو ما سمهمش لأنه مش عايز يسميهم يتفكروا ازاي يتخلصوا من نجيب فبدأت المنافسة تأخذ الأول الشكل الطبيعي انه هو انت بتعمل مصرحية حلوة فنعم مصرحية حلوة بتعمل فيلم عامل فيلمين وبعدين بدأوا يلون الموضوع مش جايب نتيجة فبدأوا يبعتولوا بقى الفتوات اللي هما بقى بيعودوا ايه يصفروا ما فيش أي تكاهنات بالأسماء دي كانت مين لا ما قالش لا لا ما قالش بدأت الناس تروح تبوزلوا العروض بأي شكل من الأشكال لحد ما له برضو مفيش فايدة الجمهور نفسه اللي بيطلع الناس دي برها لحد ما بعتوله حد في مرة ضرب عليه نار وهو بمسر مين هرى بي فهو آخر ما يأس عم جايب زعيم الفتوات دول قال له تعالى بقولك مين لبعدك انت بتاخد كام في الليلة لأ ما الفتوات كان لها دور في الوقت ده في السينما يعني كان في حد شخصية وشخصية المفاهماتي هيام للسينما الصمت يقف في السينما كده والفيلم بتعرض واشرح له ما اللي بيحصل وعلى مزاجه هو بيشرح على مزاجه على حسف فهمه هو ومالوش علاقة يعني محدش بيجيب له كتالوج يقول له دي أحداث الفيلم هو شايف إن أحداث الفيلم كده فأقول الأحداث من عندي واللي مش عاجبه بياخده ويرميه بره السينما يعني هو ده سلطان السينما ده الحاكم منه فقال له بتاخد كام أربع قروش يعني تعالي عم أنا أديك تمام قروش وتبق أنت مدير أمن المسرح بدل ما اسمك فتوه وتعمل شغب حافظ لي على الأمان والأمن في المسرح وأنا أديك تمام فبدأ هو كمان يعني يعرف يسيطر على الأعداء من النوعية دي لحد ما الموضوع انتهى بقى خلاص يعني أنا جربنا نقتلك نعمل محاك تاني نعمل إيه تاني يعني خلاص طب خلينا نتكلم على الجانب الشخصي وارتباطه وجوازاته وهو كان يعني بيرتبط دائما بالجميلات كان معروف عنه القصة بالجميلات كان زوجه حلوة أوي حقيقية يعني بص هو كان أول قصة حب في حياته وصالحة قصيرا وبرضو كان مقلب يعني هو كان يعرف حد اسمه علي يوسف فنان ومتعهد وعنده كذا وظيفة فنان فالفترة اللي كان بيقعد فيها في عماد الدين في الأول اتعرف على صالحة دي فقال له خد بالك شان صالحة دي مرتبطة بعلي يوسف قال له ازاي كل ما تشوفني تبصيلي وأبصيلها وأغمز لها وتغمز لي لحد ما في يوم اتفقوا ان بقولك ايه طب ما احنا بخلص شغل الخميس تعالي نقضي الخميس في اسكندرية ونرجع فهدت له يلا تمام ما عنديش مشكلة ففي يوم الخروجة دي جاله علي يوسف البنك وقال له كان شغال طبعا في البنك الزراع فقال له انا جيب عايز اتنين جنيه بسرعة فقال له اتنين جنيه انا معيش غير اربعة جنيه وله هو عامل حسابه طبعا هيسافر اسكندرية وهيسر فقال له عندي عزومة انا جيب ارجوك فقال ابدله اتنين جنيه يتلهي عشان انا هروح اقابل الست اللي هم اقوله ما مرتبط بيه فقدله الاتنين جنيه وراح قابل صالحة في محطة القطر وراح اسكندرية وطلع من المحطة لا الاخ ده واقف وش فقال له انت ايه اللي جابك هنا يا علي قال له والله نجيب انا مش عارف اشكرك ازاي يعني اتنين جنيه ووصلتها لي لحد اسكندرية والله يططر خير طبعا انا ماخدة وماشي وقال انا حمدت ربنا لان لو كان معايا سلاح كنت خلصت على الاتنين في نفس الوقت طبعا بعد كده عنده قصة بتاعت لوسي اللي هي البنت الفرنسية الالمانية واللي قاله ان بنته يعني برضو حاجة من الحاجات اللي فيها جدل ولغز في حياتنا جيب رحاني هل جينا بنته ولا مش بنته يعني هو كاتف المذكرات انه اتعرف على لوسي دي وهي ثابت مصر في سنة 21 الى غير رجعة وبدأ اكتف المذكرات من 37 ل39 فهي بتقول ان هو تعرف عليها في فرنسا لما كان بيصور فيلم ياقوت وفيلم ياقوت ده يتصور 32 او 34 يعني فيه اختلاف عليه فقالت لما جوم يتجوزوا طبعا هم يتجوز بديع مصابني من فاشي طلق ما عندهمش طلق فتجوزها سرا وقالت ان القوانين الالمانية وتاو هتلر كان مانع المانية تتجوز من اي حد تاني ما يكونش الماني فهم اتجوزوا في السر وعشان كده هم اتكتبتش باسم فده الفردية اللي هي بتسوقها يعني بترد بيها على فكرة ان هو عد قرصه مش ابوكي طيب هو كتب 37 ما ذكرش في المذكرات ليه انه عنده بنت او ان تتجوز سر فهو كتب المذكرات في فترة جوازه من بديع فهمش هينفع يكتب المذكرات اه حيقول ان انا متجوز في السر لكن الفرديات دي بتؤكد انه دي بنته هي الفكرة بقى اللي حسم الموضوع او يعني قرب الموضوع اكتر لما مات وجوم الورصه يشوفه بقى مين حق فبديع قالت والله انا مراته وجولييت بنته فقالوا لها لا اخوه راح بقى جاب شهادة من لبنان ان جولييت دي بالتبني ويا فعلا بديع كانت متبنيها فلما تقروا هتلاقوا ان جيبر حاني كان بيعامل بنت دي كواس جدا وكان بيحبها ومدرسين ومدربين طب لو هو حبيب هاوي كده طب ما كان من باب او لا يخلف فهنا اللي اخوه قاله بقى واللي دكتور رحمد سكسوخ قاله اكتر من مصدر ان جيبر حاني كان عقيم طيب بمناسبة لما مات بقى نروح لقصة موته لانه يعني رغم مرور حوالي 71 سنة على وفايته اظن لسه القصة دي بتثير على ما تستفهم انه مات بخطأ طبي ولا مات طبيعي بسبب المرض ولا كان ايه السبب لانه تقل انه مات بحقن غلط وخد دواء كان جاي من الخارج بعده بعشر دقيق حالته ادهورت وبعدين فارق الحياة ايه قصة وفيته الحياة ايه القصة دي برضو تقال فيها اكتر من رواية يعني تقال ان هو اصلا كان مصاب بالتايفود فهما فيش علاج للتايفود فعال وحتى هتلاقي روايتين رواية ان العلاج جاي من المانيا ورواية ان العلاج جاي من امريكا فقالوا والله جبنا العلاج الست الممرضة مش عارفها تاخد قديه فهمت مدياله 15 قرص بس ما فيش ممرضة هتدي 15 قرص مع بعض يعني حتى لو ما تعرفش حاجة في التمريد مش 15 قرص مع بعض فقالوا لا والله يصلوا خد حقنة انسولين غلط لكن الدكاترة معظم الدكاترة اللي كانوا بيعالجوا في المستشفى اليوني في فترة دي قالوا ان هو اصلا لما دخل المستشفى كان حالة الرئة وحالة القلب يعني في حالة متأخرة حتى دكتور بيقول من ركفة شفته انا عرفت ان هو خلاص يعني موضوع بالنسبة له خلال الايام وهو نفسه كان حاسس ان اجل وقرب يعني هو كان بيصور غزة البنات فرح لانور واجدي فيهم قال له انا عايز اتفرج على الفيلم قال له لسه مشهد يا استاذ يا عجيب قال له لا مش هصوره قال له مش هصوره لأي قال له مش هصوره انا عايز اتفرج عليه دلوقتي بعد ذلك قال له انت مسافر قال له تقريبا مسافر ومش عارف هرجع ولا لا فبيقول انور واجدي ان عادنا نتفرج على نسخة الفيلم اللي مش كاملة ولسه مقصة مشهد ولقيته بيبكي فقلت له خير يا عصور نجيب هو الفيلم مؤثر فيك اول الدرجات دي قال له انور انتشرت يعني مشهد البكاء اللي كان في النهاية ده كان حقيقي لا هو اصلا يعني حتى لما كان بيقوله طب نحط لك جلسرين كانوا يقولهم لأ سيبوني بس ربع ساعة انا عندي في حياتي حاجات تخليني اعيط من غير اي حاجة يعني مش محتاج اللي انتو هتعملو وساب الفيلم وراح كتب في مكتبه اللي الرساء بتاعه يعني كتب مات نجيب الرحاني ماتا الذي لم يعجبه العجب ولا الصيام في رجب ماتا الذي اشتكى منه طوب الارض وطوب السماء اذا كان للسماء طوب ماتا الرجل الذي لم يعرف الا الكرم في زمن الشح والبخر ولم يعرف الا الصراحة في زمن النفاق ماتا نجيب الرحاني في ستين سلام وتقال انه في اللحظة دي كان موصي من صورة كشكش بيت الدفن معي على اعتبار طبعا ان الشخصية دي هي عملت نجومية نجيب الرحاني حقيقة يعني هو تاريخ كبير جدا جدا العظيم نجيب الرحاني طبعا لكن ايه نقدر نقول ايه اهم محطة وانت بتقرأ بقى وبتحكي لنا كل دي ايه اكتر حاجة منورة عند نجيب الرحاني نجيب الرحاني الميزة اللي كانت فيه انه كان بيعرف يقرأ الجمهور عايز ايه ودي ميزة مش يعني ما كانتش متوفرة وقتها كتير لانه هو كانوا ماشيين على فرضية ان احنا بنعمل روايات فخلاص اوكي تعالي نعمل روايات انا عارف ولا علشان جاية من اسمه الضحك الباكي يمكن هي دي اكتر حاجة بتعلق مع نجيب الرحاني انه هو فعلا ضحكه في نفس وقت باكي اما هو ضحك الباكي دي من صغره يعني من اول ما تولد هو دايما كان في المذاكرات يقول انا كل حدث حلو في حياتي كان لازم يجي بعده بصيبة يعني في عز شهرته يلاقي امه تتوفى في عز ما الازمة الاقتصادية مسيطرة على مصر وهو مش عارف يشتغل فقالها روح لبنان اجرب طيب هناك فراح لقى حد بيعمل شخصية كشكش بيه فقال له انت بتقلد ليه يعني ما تعمل لك شخصية لوحدك فقال له ما جمعه والله دي الشخصية بتاعتي يعني راح البرازيل لقى حد بيعمل كشكش بيه في البرازيل صيط الشخصية وصل تسرقت منه اه يعني الفرقة كانت تطلع تروح الشام فتعمل كشكش بيه تروح امريكا الجنوبية فتعمل كشكش بيه يعني كان فنان عظيم وكبير وطبعا صرته موجودة واعمال وباقية شوف رغم مرور كل هذه السنوات الا انه حتى الاجيال الجديدة بتتفرج على اعمال نجيب الرحاني باستمتاع كبير جدا تنورتنا ضفنا الكريم استاذ الهامي سامير النقد الفني على كل هذه الحكايات والكواليس شكرا لك